تستمر حالة جذب الحبال بين أمريكا وإيران سياسيا في فيينا وعسكريا في العراق وسوريا وربما حتى داخل إيران هجمات صاروخية متكررة تستادف القواعد الأمريكية في العراق بين أفترة وأخرى لا يسقط ضحايا عادة فالميليشيات المدعومة من إيران لا تريد اختبار صبر الأمريكيين عندما يسقط ضحايا منهم وقد حدث في العام 2020 عندما اقتنصت الطائرات الأمريكية صيدا ثمينا كان سليماني والمهندس في ضربة واحدة قرب مطار بغداد لكن استمرار الهجمات يراها مراقبون أمرا لا بد منها بالنظر إلى شماعة المقاومة والممانعة التي تتبجح بها إيران وميليشياتها هذا فضلا عن استخدام النظام في طهران للميليشيات أداة ضغط سياسي في المنطقة وورقة يلقي بها في جميع الأحوال مؤخرا تطور الأمر إلى استخدام طائرات مسيرات مفاخخة لاستهداف القواعد الأمريكية والسفارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد ما استدعى ردا أمريكيا سليعا بقصف مقار لميليشيا الحجد في سوريا قالت الولايات المتحدة إنها منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الولايات المتحدة أكدت أن الخيارات غير العسكرية غير ملائمة للتصدي لتهديدات الميليشيات في معرض حديث مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة محور آخر للصراع يتمثل بالأحزاب السياسية التي تمثل الميليشيات في العراق فيتستثمر ما يجري على الأرض لتسويق مشاريعها التي تخضع للأجندة الإيرانية وبين قصف خجول لميليشيات إيران ونفس أمريكي طويل للرد تدور رحى صراع يمكن أن يسمى باردا حتى تأتي أخبار الدفء من فيينا عندها لن تعود القوات الأمريكية قوات احتلال في أدبيات الميليشيات كما كانت بعد عام 2003 ماساً آخر